شوية سمع ان انت كنت طفل الشائي جدا وكنت بتعمل مشاكل كتير هل موضوع وصل لانك كنت بتعمل كوارث مثلا تفتكر حاجة الكوارث كانت من وجهة نظر ابو يا اوما الله ارحمهم يعني انا انا شايفها مش كوارث من الولك عادي بقى يعني انا كنت بلعب كرة وكنت لعيب كرة جدا اه وبنلعب كرة في الشارع وكننا بنروح كل يوم جمعة نلعب في باقة شبابة جزيرة اه الملاعب اللي بتبقى فاضية ديت روح بنلعب لغاية ما ييجي بقى الناس اللي مقجرين الملعب دوت او الفرق اللي تابع النادي والكلام ده فكننا بنروح من بدري او من ساعة ستة لصبح اه لغاية ثلاثة الجمعة وبعد كده نمشي روح نصلي الجمعة وروح بيوتنا حيكا نلعب خمس ستة ساعات ديت بفرق بنسب الكلام دوت ده يوم الجمعة بس مرخش جزيرة غير كده كله في الشارع والكلام فكانت ساعات بقى البوليس بيجري ورده ساعات نار ابيض اه وكنت غاوي الجزم الرياضية دي كنت اعلاعها واحطها ساعات ناحية المرمى والكلام بتبتحب اعلاع بحافي فكنت ساعات ارجع من غيرها يعني تخيلها حتى تساكم الزمالك ومشي حياة يعني كل الكوارث تخص الكورة في لابك في الكورة امي كانت بتخاف عليها جدا فمرة روحت عشر استاد سمك من واحد صاحبي فهي بتخاف جدا من البحر وطلعتمي بخاف من الموضوع ده هوا تقول لي بقى رجعت بالليل وقالوا دورو عليك وحاجة كده لأ لأ لما عرفت ان انا كنت راح استاد خايفت ان انا بقى رجلي خيال بقى من رجلة الزحلة وانزل النيل والكلام دوت فقالت لابويا فخدت علقة عظيمة بس لسه عندك فوبيا من المية؟ اه لسه؟ اه ما عنديش يظهر في المية خالص طب والمشاهد اللي بقى فيها مية بتامل فيها ايه؟ بعذبهم بنعملها بس بعذبهم يعني بس مش بيبان ام حاجة انه مش باين الحمدلله